اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز فريق قرطبة على ريال مرسيا بهدف نظيف ضمن منافسات الدور الإسباني للدرجة الثانية مشير نأسموه إلى أن فوز الفريق يعطي اللاعبين الحافز الكبير لمواصلة التألق في الجولات القادمة وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن نادي قرطبة الإسباني يحظى بإدارة بحرينية شرعت في اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية والإيجابية من الناحية الفنية والإدارية للنادي وأن الفريق يمتلك الإمكانيات العالية التي تؤهله للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في ظل الدعم البارز الذي يحظى به الفريق من مجلس الإدارة وحرصهم على تهيئة الأجواء المثالية للفريق وأوضح سموه أن العودة الناجحة للفريق دلالة على إمكانيات الفريق العالية والتي تقوده لتحقيق نتائج الإيجابية ويعطي التفاؤل بأن الفترة القادمة ستكون أفضل بكثير أتمنى سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لفريق قرطبة في مباراته القادمة أمام فريق إيخيدو 2012 والتي ستقام يوم الأحد القادم أتمنى سموه للفريق الفوز وتحقيق ثلاث نقاط جديدة ترجمة نانسي قنقر